السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز 1815 سبحانه 55 من الكتاب المدرسي المفيد في الرئيس ها 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 وخمسة وخمسة إذا قلنا تمريك العزم نعتبر الشكل التالي حيثه الشكل التي لاحظنا في الصبر C دائرة مركزها أكبر الزاوية B O B بريم كتساوي 130 درجة المثلة A B C متساوي ساقين في A رضي الرمز تقايص A B كتساوي المسافة أصي المسافة A B تساوي المسافة أصي أو دل A B يقايص دل أصي أحسب قيمة الزاوية السي صغيرة السي صغيرة هي التي فوق أحسب قيمة الزاوية السي صغيرة الزاوية A C B إذا قالوا لي المثلة A B C متساوي الساقين فإذا كان A B C متساوي الساقين فالزاوية C تساوي الزاوية B هنا المثلة الزاوية 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 مركزية محطية الزاوية 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 بابي بري و بي أو ببري زاوية مركزية ساحصور نفس القرص بابي بري إذن الزاوية بابي بري تساوي نفس الزاوية بابي بري أي بابي بري تساوي نفس 130 درجة أي بابي بري تساوي 65 درجة أي 65 درجة طبقين إذن لدينا الزاوية الزاوية بابي بري تساوي 180 درجة يعني زاوية مستقيمة زاوية مستقيمة إذن سأقوم بالبحث عن الزاوية صغيرة أ صغيرة ها المحسول الزاوية أ اللي هي بأس لورأس المثلث المتساوي الساقين أبس ولدينا زاوية زاوية بأس تساوي زاوية المستقيمة 180 درجة مراقص زاوية بابي بري لقيت عدة بعد لقيت يعني بابي بري تساوي 180 درجة ناقص 65 درجة تساوي كم؟ 180 ناقص 65 تساوي 115 درجة إذن الزاوية الصغيرة تساوي 115 مئة وخمسة عشرة درجة مئة وخمسة عشرة زاوية صغيرة إذن ولدينا أيضا شمعتنا لدينا أيضا أبسي ملعوب مثلث متساوي متساوي الصاقين في النقطة يعني إذا كان متساوي الصاقين في الزاوية سي كتساوي الزاوية بي يعني آسي بي اللي هي السي صغيرة تساوي الزاوية آبسي ها؟ وبما أن مجموع زاوية مثلث يساوي 180 درجة يعني الزاوية بي عصي زايد زاوية عصي بي زايد زاوية عبسي كتساوي 180 درجة فإن أنا كنقلم على الزاوية السي السي كتساوي ماذا؟ كتساوي 180 درجة ناقص ماذا؟ ناقص بي أصي ها؟ وناقص إذا 180 ألحيلوا منها بي أصي وعدنا هذه عفون هنا هنا عندي واحد غلط ما غادية يفهمون تلاحيلوا من هذه الطريقة هذه ما الأفضل؟ هنا ما ندرشوا بما ندر إيدا نحطها كالمعطية ونكتب بأصي زايد عندنا هذه الزاوية وهذه الزاوية متقايصة عندنا الإثنين زاوية أصي بي نختار زاوية وحية لأنه متقايصة عندنا أي غلنا ناخد اثنين أصيبات تساوي 180 ناقص بأص لابا غلط تطبيق العدد اثنين هذه الأصيبات تساوي 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 ناقص بأصيبات مئة وخمسة تاعة أي اثنين السيبات تساوي 180 ناقص مئة وخمسة تاعة رياض خمسة وستون وبالتالي تكون سيبات تساوي 65 درجة على اثنين هذا ومن هو ومن هو سيبات تساوي 32.5 درجة درجة لاحظة التمرين كيفاش مشاربوا من الأول التمرين إلى آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 وبركاته